السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على اكلها كشتوية بالقاطاني او بالحمص كتجي لديدة وكتجي رائعة ولا اعجبكم الفيديو ما تساوش شاركوا في القناة اللي يجدد على القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصل جديد واللي اقدم على القناة كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم على المشاهدة باسم الله غادي بدا معاكم المخاضر هنا عندي واحد كمية دي الحمراص البقري ما شفتو معايا اللي كان غسله مزيان كيكون قطع بحلها كطريفة صغار وعندي هناية 350 قران دي الحمص اللي رقدتو لي لكاملة وكنديروه من نوع الجيد يعني نوعية جيدة اللي كي طيب ضغيه كي طيب ما كيتعطلش وعندي واحد ثلاثة الحباد دي والبصلة وعندي هناي القصبر معدنوس وعندي الزبيب او العنب اليابس انا عندي هاد الاسود اللي غادي نغسله ونرقده ونخليه مرقد عندي الزيت نباتية وهناي في التوابيل عندي التوابيل قليلة عندي شوية الملح شوية ديال سكين جبير نص معلقة وحض المعلقة ديال الكوركم او البلدي ارسل معلقة ديال الفلفل اسود انا عندي هناي البيض ورسل معلقة ديال القرفة صافي هادو باش غادي نطيبو الحمص ديالنا وعندي الماء باش غادي نسلق الحمص غادي نطيب الحمص وغادي نروي منو غا تشوفو معايا صافي غادي نبدأ باسم الله انا كنحطهم على الجنب غادي نجيب الكوكوط عندني هنا يا كوكوط صغيرة وغادي ندير فال الحم وحده كي طيب بعد ما كنغسله مزيان كنعودوه في الغسيل احنا هنا ما غادي ننشحروه موالو غادي نطيبوه غادي نديرو معاه كل شي لكننا بحال هاك مزروبين رادغية كنوجدوه ما كنت عطلوش فيه غادي نجيب القصبرول مع دنوس كنديرو فالجنب هاكا وغادي نقطع البصلة انا كنديرها بحالكة على الطول ديالها على الشكل طولي نستمر عليه بحالكة حتى كنكمل البصلة ديالنا كيف ما قلت ليكم ها ديرها اوكلة شتوية واوكلة ديدة كتعجب الكبار والصغار نستمر عليه حتى كنكمل البصلة ديالنا يعني البصلة هي كتعطيه واحد الحلاوة كتعطيه واحد اللبدة صافي بعد ما كنكمل البصلة ديالنا غادي نزيدها على هادي الحم مباشرة الآن غادي نزيدها على الحم بحال هاكا الصافي وغادي نتبل هنا كتجيب زيت نباتية كندير حساب واحد اربعات المعالقة لزيت نباتية وغادي نجيب العطرية اللي اذكرت معاكم هنا كين الملحة كين هنا يا سكينجبير وراسلم على القديل اللي بصار او الفلفل الاسود او الفلفل الابيض الكوركم او الخرقوم البلدي والقرفة صافي هدوك الكتافي وبينب هالتوابيل صافي غادي بحال هاكا نجيب الماء كندير حساب كاس كبير دي الماء مايو عاديل واحد ميتين وخمسين مليليليطر ثو ما را عينكم ميزانكم على حسب الحم الى كان كي يشرب الطياب هنا غادي نشعل عليها هكا كنحركو كنشعل عليها كنخليها خمسة وثلاثين دقيقة صافي وكنحل علي نقلبها صافي كنستها وكنحط عليها حتى كتصفر الكوكوت صافي بعد ما كتصفر كنقص عليها وكنخليها كالطيب هنا غادي نجيبو حط طنجرة فاش غادي نوجد فيها الحمص كندير هكا طنجرة وغادي نزيد فيها هاد الحمص اللي عودناها في الغسيل صافي وكنخوي عليه الماء حتى كنغمره في الماء كنزيد نزيد عليه الماء حتى كنغمر فوق الحمص كيبقى الماء لان هو كيشرب الماء صافي وكندير مليحة وبعد ما كيبدي طيب رات تحدف لي الفيديو كتحيد هذه كشكوشة كتبدي تحيدها كبوحة المعلقة صافي وكنحطي طيب من بعد غادي نرجع الكوكوت ديالنا نشوفو الحم واشطاب صافي وكنحطي طيب صافي وكنحطي طيب ورهبين طيب ومعلقين قدي نشوفو الحمص ديالنا بعد ما كيطاب لنا الحمص ارو واشرب الماء لانه هو شوية كيهز طيب ضروري كيهز طيب واحد ساعة المقانة احنا مدرناش في الكوكوت بحال هكا قدرناه في الطنجرة وهانتو ما شفتو معايا كيف ما قلت لكم كيكل الحمص طيب كتاخدو النوعية الجيدة راه ضغيه كي طيب غادي نزيد عليه هاد الحيمات اللي طابق بحال هكا مع الكين غادي نخلي الحمل فوق هكا هانا غادي نزيد شوية ديال الماء حتى كنقد الحم هكا الحم راه طيب والحمص راه طيب يعني بلما نديرو الحمص في الكوكوت اللي درناه في الكوكوت حتى كي شنو كيوقع عليه كيتحل كيولي بحال هكا بحل بصارة هكا كيجي طيب رائع كيجي بقى بفروز ولكنه وراه طيب الحمص ديالنا صافي كنزيد عليه هكا الزبيب او العنب اليابس صافي بعدما كنزيد عليه هكا الزبيب غادي نزيد الماء وكنزيد عفوا وحد الماء القادية لاسل هدي كتبقى خسيارية انا ولادي بحال هكا كيبغيه حلو كندير هاد الماء القادية لاسل انتوما يلا كان على حساب الصحة وما كتبغوش هكا العسل ما ديروش فيه الا العسل للسقار صافي كنزيدو حد الكاز ديال الماء فاش غادي يغلى لنا هذك الحمص وغادي طيب وشرب ديك تتبيله صافي من بعد هنا يا غادي نخليه غادي نصد عليه ونخليه خمس وعشرين دقيقة اراه كيجي لديد صافي كنزد عليه هكا وكنخليه من بعد كنحلو عليه ثم شوفوا كيفاش كيجي معلك وكيجي هكا كيبقى الحمص هكا مفروز ما تيخسرش لنا الحمص ديالنا صافي وغادي نبجدوه في طبق التقليم ثم اللي حمرها طيب زاد الطاب مع الحمص بحال هكا وطلقه لك التعليكة دياله بعد غادي نحطه في طبق التقليم وكيجي لديد وطبق يعني ديال ديال البرد وصحي اكتر يعني هكا الحمص ما كيكلوش لنا ولداتنا بحال هكا رات يبغيه وكيجي لديد كيعجبهم وما تنسوش اللي عجبكم في فيديو ما تنسوش شاركوا في القناة وضغطوا على الجرس اللي اجداد على القناة وديروا جيمل الفيديو باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وكنقلكم الصحة والراحة وغادي نخليكم مع الصوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة